وضف وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي أنه هناك آفاق وتطلعات كبيرة تتعلق بتقليل أضرار تغير المناخ والاعتماد أكثر على الطاقة المتجددة والاعتماد بشكل أقل على الوقود الأحفوري والتعامل مع قضايا التأقلم والتمويل بطريقة أكثر فعالية كما أكد شكري أن مصر تسعى لخلق حالة من التوازن فيما يخص التعامل مع أزمة تغير المناخ على المستوى العالمي نتعامل مع قضايا التأقلم والتمويل لهذا التأقلم بطريقة أكثر فاعلية وسد الفجوة نحن نعترف سويا بالالتزامات التي تصل إلى 100 مليار دولار والتي لا تزال مفقودة لتعويض هذا الضرر ولمجابهة هذا التغيير بشكل فعال هناك مناقشات بشأن أهداف التأقلم ولا بد أن نعمل على تنفيذها بحلول 2025 من المفترض أن نصل إلى نتائج ملموسى أكثر في هذا لابد أن نعمل على تنفيذها